متابعي قناة أسرار النجوم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في البداية فضلا وليس أمرا كان ما زلتم اشتركتش في القناة أتفضل بالاشتراك وتفعيل الجرس بيش تسيلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية مش نحكي اليوم على الممثلة والمنتجة سونيا بن بلقاسم اللي شفناها في آخر ظهور أعليمي لها مع هادي زعيم على قناة الحوار التونسي الأسبوع الفارض للحديث عن سلسلة دينا وعزيزة السلسلة الحدث اللي تم عرضها على منصة شاهد في آي بي وحققت السلسلة نجاح باهر بعد الحلقة الأولى والثانية تصدرت منتجة زينا وعزيزة سونيا بن بلقاسم محرك البحث في جوجل وأصبحت السلسلة تراند كواحدة من أكثر الأعمال شهرة على منصة شاهد في آي بي بعد حصولها على نسبة مشاهدة عالية جدا وردود فعل كبيرة من الجمهور التونسي والعربي لتكون بذلك أول عمل درامي تونسي يعرض على المنصة العربية الأكثر شهرة ومتابعة لكن اليوم تصلنا للممثلة سونيا بن بلقاسم أخبار حزينا برشا ونتعرضت عشية يوم أمس لحادث مرور خطير جدا أثناء قيادتها لسيارتها الخاصة وكان السبب في تعرضها لإحصابات متفاوضة الخطورة مما أدى إلى نقلها على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الفحوصات اللازمة وكانت حالتها الصحية حرجة جدا في انتظار تصنع لها أخبار جديدة إن شاء الله تكون أخبار به تمنياتنا لها بالشفاء العاجل والسلامة والصحة والعافية ربي يشفيها ويرجح لعيلتها سلمة يا رب